أكد وزير الخارجية سامة شكري ضرورة استعادة ليبيا لاستقرارها الشامل وازدهار شعبها الشقيق تأكيد شكري جاء خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي لمجلس السلم والأمن الافريقي حول ليبيا وخلال الاجتماع طالب شكري بحتمية الخروج غير المشروط والمتزامن والمنصق لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء بما يتماشى مع المقررات الدولية في هذا الشأن وكذلك دعم مهمة لجنة 5 زائد 5 العسكرية المشتركة في هذا الخصوص وتأتي مشاركة مصر في هذا المحفل للتأكيد على دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا ذلك بمختلف المحافل الدولية ترجمة نانسي قنقر